الطفل هذا برضي الله إذا حتى شافه برضي هذا برضاه ليست البراميل والصواريخ من تقتل السوريين فقط بل الجوع أيضا أحد أسلحة النظام التي يعتمدها في محاولة منه لتركيع مناطق بعينها وإجبارها على الاستسلام لطلباته المكتب الحقوقي في تجمع ثوار سوريا وثق استشهاد 208 أشخاص قضوا بسبب الجوع والحصار في سوريا عام 2015 وقضى معظمهم بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على مناطق في دمشق وريفها وجاء في تقرير سنوي للتجمع أن أكثر من عشرة شهداء قضوا بسبب الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة على أحياء في مدينة دير الزهر في حين قضى شهيدان بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش اللبناني وميليشيا حزب الله على اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية حصار دبحنا دبحنا لا أكل لا جرب ندور من الأرض لدينا بات ناكله وتعاني المناطق المحاصرة بحسب التقرير من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية حيث يضطر الأهالي في بعض المناطق إلى أكل الحشائش مع غياب تامة لدور المنظمات الدولية والإنسانية فيها ومنع قوات النظام خروج الجرحى للعلاج خارجها وأكد تقرير التجمع أن معظم المدنيين الذين قضوا بسبب الحصار من الأطفال حيث بلغ عددهم 132 طفلا في حين قضى 55 رجلا و21 سيدة معظمهم من كبار السن وتوزع الشهداء بحسب مناطقهم إلى 191 شهيدا في دمشق وريفها وهي مناطق يحاصرها النظام وميليشياته و13 شهيدا في دير الزور وتضم أحياء الجورة القصور البغيلية وهي مناطق يحاصرها تنظيم الدولة وشهيدين في حمص الوعر تلذهب وشمل إحصاء التجمع شهيدين لاجئين قضيا في لبنان عرسال بعد أن منعهما الجيش اللبناني من العبور إلى الداخل اللبناني لتلقي العلاج ولفت التقرير إلى أن شهر كانون الثاني شهد أعلى نسبة في عدد الشهداء حيث قضى خلاله 29 شهيدا وفيما يلي توزيع الشهداء ففي شباط 26 شهيدا وآذار 21 شهيدا وليسان 22 شهيدا أيار 10 شهداء حزيران 23 شهيدا تموز 17 شهيدا آب 12 شهيدا أيلول 7 شهداء تشرين الأول 11 شهيدا تشرين الثاني 14 شهيدا كانون الأول 16 شهيدا